البراجراف اللي انا اجابه لكم النهاردة على ازاي نعمل صلاة صلاة الزبادي اللي هو دي رسيب يعني دي وصفة واي وصفة اي اكل عموما بتقول الله وتقول الحاجة اللي انت بتحبها دي الله ميكينج صلاة الزبادي انا عايز اوضح نقطة في قصة البراجراف يا جماعة ابعدوا عن المقدمات المقدمة دي وجع دماغ زي ما انتو كتبت كده الله صلاة الزبادي الله ميكينج صلاة الزبادي it's healthy انها كمان صحية but delicious وكمان ولكن لذيذة مش كل شيء صحي بكل لذيذة نتعارفين unlike tasty الطعم التيستي اللي هو الطعم بتاعها tasty food عموما او الاكل اللي هو ببقى منكه فيه اتناكهات او اطعمها مختلفة generally دي بمعنى عمتا انا بحب الاكل التيستي general عمتا it is انها تكون تكون ايه مع شارفة تكون an amazing يعني مدهج طعب بص يا جماعة an easy to easy receive an it is an easy receive انها وصفة ايه سهلة اخد بها لك ان انت الجملة دي برضو لما تجي تعمل ايه وصفة تكتبها it's easy receive يعني it's an easy receive انها وصفة سهلة هستخدم معاكم فكرة الconsequences او الطاعقوبات اللي هو first two second two next two is two is two is the one حد في الاقينة اللي وهزلم عليكم تمام فانا بازل في كلمة first first take a cucumber and cut it يعني اولا هتجيب خيارة وتقطعها جميل وطبعا ايه in pieces cut in pieces cut it in pieces عايز تكتب cut it باش عايز تكتب chop it ماشي ما فيش ايا مشكل next ثانيا mix mix دي يعني اخلط في العالم بقوله لغوص السنبول اخلط mix is the yogurt هتحط الزبادي and طبعا المنت النعناع اللي فيه ناس بتحط النعناع على سلطة الزبادي بتديها طعم اوبا فردو وبعد كده in bowl bowl اللي هي البولة اللي هي السلطانية يعني بعد كده طبعا افطر بقى شانا لسه كنت حقول افطر ذات بعد كده بعد كده افطر ذات شطوها حفزتوها يبقى first ونكست وافطر ذات first ونكست وافطر ذات افطر ذات بقى انت حطت الزبادي وحطت الخيار وحطت المنت هتحط بقى شوية توم كده فضل تخيرك يعني add some garlic and salt وتحط شوية ملح لا ما تحطش هتحط ملح وملوس يعني انا ما بحباش بالملح عشان كده بقولك if you like لو انت حبيت يعني لو انت حبيت تحط الزبادي تحط قصد توم garlic ومالك والgarlic مع الزبادي بيدي يتعامل لذيذ بيديها نكهة غريبة برضا وصم salt to keep it finally اخيرا انت هتعمل يبقى take it يعني هتاخذها to the fridge. او to the table. هتاخدها التابل الترابيزة بتاعت انت ممكن تكتب keep it in the fridge وممكن تكتب take it to the table. هتاخدها ليه التابل for everyone لكل شخص عشان طبعا to enjoy. عشان كل الناس تستمتع باللي انت ايه عملته. it's good job انه شغلنا جيدة انك انت تساعد الماما والبابا والناس. اللي انا هكتبها الجملة الاخيرة دي جملة نهائية. او جملة انا بحب دايما انهي البراجراف بتجاك بمزحة بنصيحة بجملة يعني اللي هو ايه جملة to remain in your mind. يعني جملة تستنى في دماغك تلزق في نفوقك كده تفتكر بها ايه الكلام. فانا ساعدتها في هنا وذ حرف اجرب معنا معا في المهم ان هو صالة الزبادي يعني ما ما هتكون سعيدة بيك لو انت ساعدتها في صناعة او في وصفة الصالة الزبادي في مطبخك انت او مطبخك انتي. كده خلص البراجراف. السلام عليكم.